مبادرة جديدة أطلقتها وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء لتسهيل التواصل بين المعلمين والطلاب من خلال شرح المناهج الدراسية عبر الإنترنت بعد قرار وقف الدراسة نظراً للحالة الأمنية هناك العملية التعليمية هي عملية تفاعلية في المقام الأول فلذلك تحتوي المبادرة على منتدى يتمكن الطالب من خلاله من توجيه الأسئلة التي تدور في ذهنه إلى المعلم ويجد الإجابات عنها الفيديو كونفرنس من الأدوات التي يمكن للمعلمين استخدامها لشرح المواد التعليمية بحيث يتفق المعلم مع الطلاب على الموعد المحدد والمتاح للجميع لبدء الدرس ثم يتبادل الطرفان الحديث والأسئلة ونظراً لحداثة تطبيق هذه المبادرة في مصر تدور العديد من التساؤلات عن كيفية نجاحها فنجاح المبادرة يتوقف في رأي بعض الخبراء على شقين الأول يتمثل في تدريب المعلمين بشكل جيد على استخدام وسائل التكنولوجيا لإيصال المعلومات بيسر وسهولة للطلاب والثاني يعتمد على توجيه بعض الإرشادات للتلاميذ ليتمكنوا من استيعاب المعلومات الدراسية استيعاباً صحيحاً العملية التعليمية هي أساس بناء الشعوب والأمم وما يحدث الآن في سيناء يحتم على المعلمين كافة إثراء الطلاب فكرياً ليخرج للمجتمع جنود وأبطال يقدسون معنا الوطن ترجمة نانسي قنقر